مش جون انها تيجي فيه وانها تيجي فيه تبقى افصايد على طول لو انتو شفتوها اهي كل غادة الوقت ما فيش افصايد كده لو ما جاتش في جعفر جون لكن تيجي في جعفر عشان تيجي لحمد حسن عشان تروح جون وتبقى افصايد هو ده التوفيق وعدم التوفيق وهجيب لوك بعض الحالات التحكمية ولكن نتكلم الاول طب هاتلي حالات التحكمية واقل اه خلاص دي خلاص نتفق انها لو جات جون على طول بص لو ما جاتش في رجل لو فتح رجله جون لان احمد حسن مش افصايد واحمد جعفر في الوقت ده مش متداخل في الكورة لان حارس المرمى برا فما تحسبش افصايد تتحسب على طول جون لكن تيجي في جعفر عشان ترجع لحمد حسن فطالما جات في جعفر وهو وضع تسلل يبقى تتحسب تسلل نروح ليه زي ما قلت لكم التوفيق وعدم التوفيق الكورة دي من وجهة نظري فيها التحام هل ترتقي لضربة الجزاء؟ طبعا احمد عبدالظاهر لعيب مشاكس ولعيب قوي هو حط جسمه تحت فتحالة حصل الاحتكاك عشان ياخد ضرب الجزاء انا من وجهة نظري لا استحق الانذار ولكن لا تستحق ضرب الجزاء بص هو حط جسمه قدامه بص بص الحطة قدامه عشان يزاقه وطبعا فتحالة ايده سبقاه بص بص هيحط جسمه بص بص هيحط جسمه بص حط جسمه بص تاني اهو وطبعا فيه زق قابل ايد الشمال انا من وجهة نظري حط جسمه عشان ياخد ضرب الجزاء والله ممكن انا موجتنا في الصورة دي ممكن حكم يحسبها ضرب الجزاء وممكن ما تحسبش بس ما يدلوش انذار لا يحصل على انذار نروح للعبة تانية خلاص سواق الكرة دي نروح للعبة تانية كرة شيكبالة اتشد من ناصف لازم شيكبالة يقع لو عايز ياخد بص بص تعال كمل اتشدهو موقعش وكانت هتبقى من بره كمان بص اتشدهو يقع هنا تتحسب فاول يحسبها بقى من جوه يحسبها من بره لكن يقع دلوقتي ما تتحسبش ولكن هنا السؤال اللي بيطرح نفسه من حق الحكم لو لم يستفد بص هنا هيه لو لم يستفد اللاعب من الكرة قدامه تلات ثواني ويرجع تاني يدي فاول هو مداش فاول خالص هو اعطى الادفانتج الكرة لم يستفد منها خلال ثلاث ثواني يرجع ويحسب الكرة فاول تعال نروح لكرة اخرى الكرة تتضربت الجزاء هنا محمود فتح الله وقع كالعادة هي طريقته بروح عامل من الزحلة وساند على ايده اليمين بصوا اهي بصوا ايده اليمين نزلت الاول قبل ما الكرة تتشاط اهو نشوفها تاني ايده اليمين نزلت على الارض الاول بصوا جماعة اهو بص ايده اليمين هتنزل فين اهي الكرة اللي راحت ليده مش ايده اللي راحت للكرة بصوا جماعة تاني اهو بصوا هو نزل بايده هو رقوف برقص راحت الكرة راحت ليده لانه لو نزل بايده ورقوف شاط يبقى الكورة مش هتيجي في ايد فتح الله واخد بالكم في الهاندبول مفيش حاجة اسمها غير مباشر هاندبول غير مباشر لابد ان يكون مباشر ودي نفس اهو برضو نزل بايده فتح الله فمن المفترض انه فتح الله ياخد باله نمرة اتنين زي ما قلت لكم الهاندبول لازم يكون فيها مقصودة بص نزل بايده الكورة جات هي اللي راحت لايده ده في ماتش المقصة هنا السؤال اللي انا بطرحه على الحكام الهاندبول لابد انها يكون فيها عامل القصد انا قصدي طب بدليل ان الشيكبالة شاط كورة يريدت جيبها لها وائل اه الشيكبالة شاط كورة في الماتش جت في ايد مانو جت في ايد مانو اهي وراحت راح العمر زاكي بيلم وبيشوت ضعت جت في ايد مانو من على بعد البعض يقول ده قصده وبعض يقول مش قصده لو مش قصده ما تتحسبش لو قصده تتحسب انا كنت شايف من وجهة نظري حاكم لا يحسب دي ويحسب فتح الله لا يحسبش فتح الله وما يحسبش دي دي وجهة نظر ودي كانت كل الحالات المهمة التحكمية حازم يمان كان اكتر لاعب متأثر بالهزيمة وبعاديه عمر زاكي امبارح من وجهة نظري كان فيه لعيبة مميزة جدا في نادي امبي مانو كلمة السر مانو مانو مزنبيقي مانو ما فيش اهتمام بيه قوي في مصر مانو اعلاميا المظلوم مانو هو النمرة واحد مانو نمرة واحد في نادي امبي دي وجهة نظري وسامة رجب عمل مطشي جبير جدا امبارح اي فريق ممكن الاتنين ستباجات يعني انت خلوا فتح الله وصلاح سليمان يطلعوا اصابات الاتنين اي فريق اتقصر ولكن رامي واللعيبة اللي نزدت كان ليهم دور مهم في ضبط المسألة نمرة اتنين انا بشوف ان عمر زاكي كان مميز صلاح سليمان كان كويس جدا والمرغاني اما براهيم صلاح كان بعيد تماما على مستوى عب شافي ولا وحش ولا حلوة عادي عبدالواحد السيد لا يسأل من وجهة نظري بل بالعكس ده عبدالواحد مبارح ضربة الجزاء هو ملوش زنب حاول فيها وصدها ولولا انها جات في ايده لو تعيدها ونبع ولولا انها جات في ايده كان داخل جون فالراجل عمل عليه الكرة التانية على بعد 3 متر وانفراد وبتتشاط ردود الفعل اللي بيحاول بلجله ما يقدرش ينزل لها ما يقدرش ما فيش اي حارس في العالم يقدر ينزل لها حاول بلجله ما جاتش لكن عبدالواحد انبارح لا يسأل ان اي هدف من وجهة نظري طيب جازف فني للزمالك منح لعبت ورحها النهاردة انتو عارفين ان مبارات ودي دجلا يوم السبت اتأجلت مش هتتلعب وان والتر مويس الحمد لله حالته مستقرة دلوقتي وان ودي دجلا كان طلب التأجيل وفعلا تم التأجيل والاهلي هيلعب يوم طبعا الاهلي هيلعب يوم الجمعة اللي جاي اولى مبارياته مع حرس الحدود اهي شوف كل اللعيبة طبعا فيه لعيب من ام بي جوه اللي على ناحية اليمين ولكن هي الصدت الصدت طيب الكرة ما عندكش الكرة اللي هي من ورا الجن اه الكرة من ورا الجن الراجل عمل عبدالواحد السيد وصد الكرة يعني الراجل العمل عليه هيعمل اكتر من كده اهي كمل حط ايده كان ممكن تيجي في ايده وتطلع برا ممكن تيجي في ايده وتطلع في العرض وتطلع على الشمال على الشمال عبدالواحد تطلع برا خالص ناحية اليمين ما تجيش لعادل مصطفى تاني ولكن اهو هي هي دي يا جماعة اسمها توفيق وعدم توفيق في كرة القدم يعني رؤوف بيالش بتروح لعبدالزاهر بيديجي جول لعب بيحط دار بالجزاء عبدالواحد بيتقلق ويصدها ترجع له ويحطها